قيادة إخواني بيقول إنه سيكون جزء من التحالف بين بينت ونفتالي مبارح قلت لحضراتكم إن فيه التحالف المعارض اللي معاه مهلة حتى مساء الغد الأربع عشان يشكل حكومة بيحاول يدور على كل الناس حزب العمل على حزب كاخ على حزب شهس على كل الأحزاب الإسرائيلية علشان يصل معهم إلى تأليفة حكومية من خلال الضمان 61 مقعد في الكنيسة الإسرائيل هل ينجحوا؟ ممكن ينجحوا النهاردة قيادة إخواني بيقول أنا كإخوان مسلمين جزء من هذا التحالف السياسي في دولة إسرائيل ده رئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس اللي تدركوا عليه مرارا وتكرارا قال النهاردة إنه متفائل ليه عام منصور؟ قال المتفائل لأنه فيه فرص تشكيل اقتلاف حكومة جديد حيث ذهب إلى اجتماعات مع قارة الكتلة المناهضة لنتنياهو في وسط إسرائيل فيه سؤال اتسأله من الصحفيين عما إذا كان حزبه سيكون جزء من اقتلاف الحاكم أو سيجلس في المعارضة قال منصور عباس سيكون جزءا من الاتلاف الحاكم يبقى اللي أنا قلته هنا يعني من حوالي شهرين يمكن بعد الانتخابات مباشرة إنه منصور عباس ده واحد كادر من كوادر الإخوان المسلمين اللي موجودين في إسرائيل ومعه جنسية إسرائيلية وهو عضو في الكنيس الإسرائيلي قلت هذا الكلام من حوالي شهرين أو ثلاثة وربما عندما قلت هنا إنه فيه واحد من الإخوان المسلمين مع جنسية إسرائيلية واحد من الإخوان المسلمين عضو في الكنيس الإسرائيلي لقيت كل الإخوان قاعدوا يشتموا على وسائل التواصل الاجتماعي ويقولوا إن الرجل فقد عقله هي وصلت إن انت تقول كمان إن الإخوان إسرائيليين وإن فيه إخوان موجودين في الكنيس الإسرائيلي وطبعا الخرفان كتير ممكن ما بيصدقوش إحنا قلنا يا جماعة إن فيه واحد اسم منصور عباس أهو قدامكم هادي صورته وخشوا ودوروا عليه وابحثوا عنه في جوجل منصور عباس أنا بقولي الاسم أهو هتلاقوا إنه هو دلوقت الزعيم القايمة العربية الموحدة في الكنيس الإسرائيل يعني الرجل ده هو منصور عباس معه بصبور إسرائيلي والرجل ده هو عدو في الكنيس الإسرائيلي وهذا الرجل دخل النهاردة بيعلي إنه جزء من التحالف أو الاقتلاف اللي بيشكل حكومة اللي منه قلت لحضراتكم مبارح بنت هاتو أبراهيم تاني بفكركم الرجل منصور عباس حط إيده في إيد واحد قال إنه كم قتلت من العرب بيقولوله الناس الأسرة اللي من حماس والأسرة الفلسطينيين هنعمل فيهم إيه قال لهم اقتلوهم فكم أنا قتلت كثيرا من هؤلاء أهو قدي بيلت ده اللي في النص ده محضراتكم ده اللي ويقير اللي في الأول والنتين ياهو دول التلاتة لكن الرجل بينت اللي في النص اللي قال أنا قتلت كثيرا من العرب اللي وصفت مبارح إنه هو رجل بلطجي ورجل عنصري ورجل قاتل ورجل لص يعني ده ده بشكل واضح ده واحد حقير قتل واعترف بقتله منصور عباس زعين الإخوان في إسرائيل وضع إيده في إيد بنت وقال إحنا نعمل حكومة ومبعض حكومة اقتلا فيه حزب إسلامي في إسرائيل طبعا انشق عن قايمة المشاركة بقادة أحمد الطيبي على يعني خلافات إيدولوجية زي ما عنا عارفين الإخوان دايما عندهم مصلحتهم وأجندتهم الخاصة حتى داخل إسرائيل أنا بدعو المشاهد الكريم الناس اللي عايزين يستزيدوا من القصة عن الإخوان في قلب إسرائيل أو الإخوان في قلب الكنيس الإسرائيلي يكتبوا منصور عباس وهيجدوا الفصيل الأديم من أيام يعني من حوالي عشرين سنة وهم بيرتبوا للوصول إلى الكنيس الإسرائيلي ووصلوا النهاردة جزء من حكومة إسرائيل يعني ممكن بكرة نلاقي منصور عباس ده وزير حاجة في إسرائيل أنا بسأل بقول للإخوان أو بسأل له تنظيم الدولي ولا بسأل كل الناس بقول لهم يعني منصور عباس الإخواني اللي عايز ياخد منصب أمني داخل إسرائيل هيعمل إيه مع الإخوة الفلسطينيين هيعمل إيه مع الإخوة في حماس هيعمل إيه مع سكان حي الشيخ جراح هيعمل إيه مع القدس والمسجد الأقصى أنا منتظر ومتركب أنا في اللحظة دي مش بتكلم على شخص فلسطيني دعني بتكلم على شخص للأسف إخواني لأنه الإخوان مهمش جنسية عندما يضع منصور عباس يده في يد بنت عدو العرب وقاتلهم واللي بيتشفى وعنده السفي بتاعه سيرته الزاتية بيفخر أنه قتل وقاتل العرب عندما يضع منصور عباس إيده في إيده عشان يشكل حكومته ويساعده وهو قال كده على العرب أعتقد أن الموضوع محتاج من الناس مراجعة مش مننا اللي احنا عارفين المراجعة وعارفين هؤلاء بيعملوا إيه في أوطانهم لا يؤمنوا بوطن ولا يؤمنوا بهدو